العقل تسامى بالفكر والوعي شعارا للعمر بغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعزائي طلاب الشهادة الثانوية العامة وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس القواعد وهو معاني الأمر البلاغية أخذنا في الدرس السابق أن معنى الأمر هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام وله أربع صيغ فعل الأمر اسم فعل الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر حاول معي أن تتذكر نوع صيغة الأمر في الأسئلة التالية تذكر أدعو صدقني نوعها فعل الأمر أحسنت يا أبني رفعا وصبرا مصدر نائب عن فعل الأمر لتكن مضارع مسبوق بلام الأمر عليك اسم فعل الأمر أما درسنا اليوم فيتحدث عن معاني الأمر البلاغية قلنا إن الأمر هو طلب الفعل على وجه الإلزام فإذا قال لك أبو إلعب وسوف ترى هل المقصود من الفعل إلعب أن تلعب حقيقة هل يلزمك أبوك باللعب تقول لا إنما يهددني إذن خرج الأمر عن المعنى الحقيقي وهو الإلزام بالفعل إلى معنى آخر بلاغي وهو التهديد يخرج الأمر إلى المعاني البلاغية الأتية فإذا كان الخطاب من العبد إلى الرب فقوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا فالخطاب هنا من العبد يقول يا رب اغفر لي والأمر هنا للدعاء وليس للإلزام فالله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد بشيء وإذا خاطبت صديقا لك فقلت له اجعل هذا السر أمانة في عنقك فغرض الأمر هنا اجعل الالتماس أي الطلب برفق وإذا تحدثت مع ابنك وأردت له النصيحة أو مع غيره فقلت يا بني زاحم العلماء حتى تستفيد منهم زاحم فعل أمر الغرض منه هنا النصح والإرشاد وإذا خاطبت غير عاكل فقلت يا شمس غربي فلن تستمع الشمس إلى نصيحتك ولن تقول لك سوف أغرق إنما هذا تمني يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعني صباحا دار عبلة واسلمي الشاعر هنا يخاطب دار عبلة ويقول لها تكلمي أخبريني عن عبلة فالغرض هنا التمني وإذا توجه الأمر إلى عمل لن تستطيع القيام به فخول لك احمل الجبل هذا أمر للتعجيز هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه الأمر هنا للتعجيز وإذا كان الخطاب على سبيل الإنذار التخويف والترهيب لكي تترك ما أنت عليه من خطأ كقول أبيك لك إلعب وسوف ترى فالأمر هنا بالتعجيز قال تعالى قل تمتع فإن مصيركم إلى النار نعوذ بالله من النار الأمر هنا للتهديد وإذا قللت من شأن شخص أمامك فقلت له نم واسترح لست من أصحاب المعالي فهذا الأمر للتعجيز قال تعالى وَأَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْعُ الأمر هنا للإباحة أي الأكل والشرب مباحان من المغرب إلى الفجر قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر الأمر هنا انظروا والغرض منه أخذ العبرة أي أخذ العظة انظر إلى هذه الثمرة كيف خرجت من هذه الشجرة وكيف تنوعت الفواكه والطعوم من حلو ومر وحامض والأرض واحدة والتربة واحدة سبحان ربنا القدير قال الشاعر فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد كفاني نداكم عن جميع المطالبين الأمر هنا للتخيير والتخيير أن تختار نوعا واحدا فقط الفرق بين الإباحة والتخيير والتخيير في الإباحة تستطيع أن تجمع بين الأمرين في الآية السابقة بين الأكل والشرب أما التخيير فلن تستطيع أن تجمع بين البخل والكرم في وقت واحد ثماري ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أين الأمر هنا فتمتعوا والغرض منه التهديد قال الشاعر واخفض جناحك إن منحت إمارة وارغب بنفسك عن رد للذات الغرض هنا النصح والإرشاد قال الشاعر فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه الغرض هنا التخيير قال الشاعر يا خليلي خلياني وما بي أو أعيد إلي عهد الشباب أين الأمر خلياني والخطاب هنا للأصدقاء فالغرض منه الالتماس قال الشاعر يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي الخطاب هنا كما تعلمون لغير العاقل والأمر هنا تكلمي والغرض التمني وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم أسأل الله عز وجل في علاه أن ينفعني وإياكم به في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة